بعد الضج الإعلامية التي رافقت وصول أولى شحنات الموز المستوردة إلى الجزائر عبر ميناء وهران والتساؤلات التي حامت حول الفارق الزمني بين مدة استيراد الشحن من بلد المنشأ وأجال التوقيع على رخص الاستيراد توضيحات مهمة يدلي بها عبد الحميد بوعروج أحد رجال الأعمال الحاصلين على الرخصة من وزارة التجارة يؤكد فيها يسوفاء الشحن لكافة الشروط القانونية التي فرضتها الجهات المعنية ويوضح كيف تمكن في ضرف وجيز بأن يكون السباق في استلام أول شحنة مصدرها لكوادور عقد مفتوح لما يكون البواخر ناخد ديزوبشيون على البواخر حنا لما كانت هذه العملية كنا ناخدينها أوبشيون على عدة شحنات ومنهم الشحنة هذه تحت 300-400 طون كنا ناخدين عليها حنا لما عملنا الحجز ما عملناش على باخيرة واحدة على عدة بواخر لما جاءت الليسونس كانت باخيرة لعني كانت قريبة في البحر الأبيض المتوسط وكانت قريبة للمياه الجزائرية هذه الباخيرة هي اللي حجزناها ندخل في أقرب وقت ممكن عندنا مصادر التموين اللي هي تابتة مصادرنا للتموين واتصلنا مع مصادر التموين والعملية هي تكون عملية تجارية محضة احنا عندنا عقد وحتى في ضفط الشروط لازم نسلم وثيقة تعهد من الموين واللي يتم تمويلنا بالموز بطريقة منتظمة ومن المنشأة المهم في هذه هي علاقة التقيقة لأكثر من عشر سنوات مبنية مع الموارد وعن أصعر الموز المرتفعة كذا نفس المتحدث أنه سيطرح كافة الكمية المستوردة والمقدرة في حدود 3400 طن من الموز في الأسواق خلال أجال أقصاه أسبوع الموز الآن هو 0.65 دولار للكيلو في الشيرة يعني ما يعادل بين 70 و75 دينار جزائري على 70 و75 دينار جزائري كان 100.6% بين حقوق الجمالك والدرعي وزيد لما تبيعه كان 19% سيادة تعال الرسم على القيمة المضافة يعني ما يكون السعر المرجعي كالتكلفة ما يكونش أقل من 200 دينار التكلفة تعالي ولكن راحين يكون أقل السعر ممتعي هذا ومن المرتقب وصول شحنات أخرى من الموز المستورد الأسبوع المقبل في إطار جهود الوزارة الوصية للسيطرة على أسعار هذا المنتج الذي أحدث لغة واسعة وسط الفاعلين في هذا القطاع ترجمة نانسي قنقر